اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باعتقادنا ستشكل فاتحة لمرحلة جديدة سواء في الوضع الامن العام في لبنان او في الوضع المصرفي او خصوصا في الاشتغال على تفجير العلاقة بين حزب الله والمصارف اللبنانية ومصرف لبنان وتحويلها الى ساحة حرب يشتغل فيها طرف ثالث وهذا الطرف الثالث يستطيع ويملك القدرات لان يكون فاعلا ومؤثرا في صناعة السياسة ليس في لبنان فقط بل على مستوى المنطقة والعالم وهنا لا نتحدث بعلم الغيب نتحدث عن خطة امريكية متكاملة لا بد من الوقوف امام عناصرها سنبدأ طبعا بنقطة منهجية نقطة تتصل بما سبق وقلناه قبل هذا التفجير وقبل احداث كثيرة مرت لماذا اعلن الامريكيون هذا التوقيت للحرب على حزب الله يعني شو الجديد انه يعني اعادة فتح ملف تفجير مقر المارينز سنة 83 من 33 سنة انه الان الامريكان بلشوا عم بيقولوا انه هذا موضوع نحنا بدنا نرجع نفتح ملفه بدنا حتى مع ايران بموضوع الارصد الايرانية بدنا نقططع من المبالغ الايرانية تعويضات لأسر الجنود الذين سقطوا في التفجير الى اخره يعني شو اساس انه المعطيات اللي انطلق منها الامريكي حتى بتصنيف حزب الله ارهابا بدأت مع مواجهته لاسرائيل وبالبداية طبعا كان في موضوع الرهائن وكان في موضوع العمليات ضد المارينز اللي صارت بال83 ماشي من التسعين وطالع كان حزب الله المقاوم ما في عنده امتدادات خارج اطار عمله كمقاومة رغم ذلك ما تغير الموقف الامريكي بل زاد تمسكا بالتصنيف طيب بالالفين انسحب الاسرائيلي من لبنان ولم يعد حزب الله موجودا بالقوة العسكرية في الاشتباك مع الاسرائيلي الا بالمناوشات المتقطعة التي كانت تشدها عمليات من وقت لاخر في مزارع شبعة وتم بصورة او باخرى بداية انفتاح تطبيعي يعني الاوروبيين فتحوا على حزب الله علاقات سياسية وعلاقات حتى امنية الامريكيين حاولوا ان يقيموا بصورة او باخرى عن طريق غير مباشر عن طريق الاجهزة الامنية اللبنانية انواع من العلاقات يحاولوا يعرضوا خدمات يحاولوا يعني يقدموا على طلبات معينة بمسائل تتصل بالتنسيق في مسألة القاعدة مثلا او سواها كان حزب الله يرفض اي علاقة مع الامريكيين مباشرة او غير مباشرة ولم تكن امريكا هي التي تأخذ الموقف كان حزب الله هو الذي يأخذ الموقف الان ليش انا بحلقة سابقة يعني تقريبا باعتقد من قرابة العشر اشهر توقف طويلا امام هذا الامر وقل تعالوا نتخيل المنطقة اذا كان الامريكي قد فرغت يداه من خيار الحرب يعني ما عد عنده امكانيه ان يذهب الى الحرب ونحن قدام لحظة تاريخية غير قابلة للتكرار لما جاء بالاساطيل وذهب عرض البحر هذا حدث مرة واحدة بتاريخ مشابه بالتسعة وخمسين ستين واحدة وستين لما ارسلوا الروس اسطولهم الى المحيط الهادئ وكانوا في نية الوصول الى كوبا ردا على التصعيد الامريكي بالتهديد بالحرب على كوبا والانزال في كوبا فقال الروس انهم ذاهبون او السوفيات انهم ذاهبون لنصب صواريخ نووية هناك وثمت معاهدة عسكرية بينهم وبين كوبا وصلت اساطيلهم ورجعت بتشوي ما في شيء ولا مرة امريكا حدث هذا في تاريخها هذا حدث في تاريخ الاتحاد السوفيتي اللي اعتبر وقتها انه رجعت الاساطيل لدولة يعني عظمة لكن تقبل بان تكون مرتبة ثانية انه هذا انجاز لانه اخذوا ثمنه سياسيا التزام امريكي بوقف التفكير بغزو كوبا الامريكان هاي اول مرة بيعملوها يعني اول مرة بيرتضوا يكونوا دولة درجة تانية بين الدول العظمة ومثلها عملوا اول مرة بيرتضوا الاعتراف بوجود عسكري روسي خارج حدود روسيا وخارج حدود الحلف التقليدي لروسيا الاتحادية او الذي كان في الماضي لحدود التقليدية الاتحاد السوفيتي يرتضون حضورا عسكريا روسيا وبيشرعنوه وبيعتبروه انه جزء من الحرب العالمية على الارهاب هذا مش كرم اخلاق ولا تقبل للحقائق السياسية هذا تراجع حقيقي في المكانة الامريكية في اللعبة الدولية والتفاهم النووي مع ايران هو واحدة من العلامات كلها التي تقول انه هاي الامريكا خلاص يعني بتكون تنسوا امريكا القديمة لكن هاي الامريكا نفسها غير القديمة الجديدة التي لا تملك ذات القدرات وذات الامكانيات للحروب المباشرة هي فيما تسميه الحرب الناعمة والحرب الذكية تملك الادوات وفي قلبها وفي اصلها ما يعرف بانبيب المال وانبيب المعلومات واستخدمتها وتستخدمها العقوبات على المنار يعني انزال على الاقمار الصناعية هون استعمال انبيب المعلومات العقوبات المالية هي استعمال انبيب المال وبالتالي نحن هون اذا امام مشهد جديد هذا المشهد الجديد منطلق من أن أمريكا ما بقى قادرة روح الحروب عاف شو راح يصير بالمنطقة إذا أمريكا مش قادرة روح الحروب وإذا مضطرة أن تعترف بدور روسي محوري في المنطقة تركز وترسخ مع هذا التواجد العسكري الروسي المباشر في سوريا وإذا أمريكا على قاعدة هذا الاعتراف بالدور الروسي تجد نفسه شيئا فشيئا ترتضي فترتضي فترتضي حلا فمعركة فحلا فمعركة لتوصل لأوين بدأ توصل لتسلم بهذه المنطقة الاستراتيجية المتقاطع عليها بين الروس والإيرانيين والممتدة على الأقل من حدود الصين أفغانستان لإيران للعراق لسوريا للبحر المتوسط السؤال أمام هذا لأمريكي شو الصورة اللي عم يحصدها أد ما عمل مناورات وتذاكي في الحرب السورية واضح أنه أولا ما قدر يجيب السعودي والتركي إلى الضفة التي كان يريدها واضح أنه هني مش قادرين يعني أنه يجيبوا معارضة سورية حقيقية ما بتروح تصير نصرة وداعش مبين أنه ما في زلم يعني القصة مش قصة عدم الاستجابة التركية السعودية لعناد عدم استجابة لفراغ اليد أيضا لأنه المعارضة اللي بيراهنوا عليها واللي بيقدروا يسرجوها واللي بيقدروا يراهنوا على قتالها بتروح نصرة وبتروح داعش المعارضة الما بتروح نصرة وداعش هي اللي قدروا الأمريكاني يسلحوها وعن بيقاتلوا فيها بالرقة واللي أغلبها قوة كردية هذا يعني الموجود ما فيه إمكانية اختراع ومش عن بلاش كان عم بيقول أوباما من سنتين إنه الرهان على معارضة معتدلة تستطيع قتال داعش وقتال النظام في آن واحد هو نوع من الفنتازيا التي لن تتعقق وقد أنفقنا مالا ووقتا وجهدا على هذه الفراضية ووصلنا إلى طريق مسدود طيب فإذن ما عنده إمكاني بناور بيت ذاكا بيحاول بيأجل بيكسب وقتها بتطلع النصرة اللي عم تكسب وقت طيب النصرة بتكسب وقت ما فيها تعمل حرب استنزاف لا يستفيد منها بصورة أو بأخرى لأنه بالآخر عم يعتبر الروسي والإيراني إنه أعطينا الوقت الكافي إذا مش أدرين يتمونوا عجمعتكم والنصرة هدف مشروع للحرب طيب سبرهم سبرها سيصيبهم ما يصيبها بالحاصل الأمريكي لما بيطلع الخريطة هو مدرك جيدا أن النهاية والحصيلة أن سوريا ستكون في قلب هذه المعادلة الروسية الإيرانية شريك عربي فاعل ببساطة طيب هذا الشريك العربي الفاعل اللي روسيا بعد هذه الحرب تتعامل معه بصفته هو الشريك الموثوق المؤتمن في الشرق الأوسط شو بدأ أحسن منيك طرف رئيس بهذه الشجاعة والقوة بشعب بهذه القدرة على التحمل بجيش بهذه الإنجازات هذا حلم طيب إذا هذا الوضع السوري القادم بعد سنة بعد اثنين بعد خمسة بس هذا قادم ووراء إيران بهذه القدرات وأمام تركيا والسعودية مهزومان مهزوم يبحث عن كتف مهزوم مين بدو يسند مين تبقى إسرائيل طيب هاي إسرائيل شو رح يكون وضعها إذا التركيا والسعودية كل واحد منهم عم بلملم جراحاته وإذا سوريا وإيران بهذه القوة الفائضة في معادلات المنطقة ومعهما حزب الله شو بيصير يعني شو الوضع الاستراتيجي لإسرائيل في هذه الحالة الأكيد أن الوضع الاستراتيجي لإسرائيل في هذه الحالة لا تحسد عليه وأكيد أنه إسرائيل أريت منيح هذا الموضوع وأكيد أنه نحن لما وقفنا قدامه بعد زيارة نتنياهو لأوباما والكلام بمؤتمرهما الصحفي عن أن الأولوية الأساسية في المرحلة القادمة هي الحرب على حزب الله ما كنا نحن عم نبصر بأن هذا استنتاج يقرأ آفاق المرحلة القادمة في هذه الحال وضع الأمريكي والإسرائيلي خارطة المنطقة أمامه وقرأها جيدا أن الوضع المستجد خاسر خاسر لكن في قلب هذه الخسارة ثمة ما لا يمكن مقاومته وهو حجم الحضور الروسي وهو حجم النفوذ الإيراني وهو سوريا المتعافية التي يمكن الرهان على اقتطاع حصة من لعبتها الداخلية بقدر ما يمكن لهذه المعارضة أن تحفظ من الإمكانيات لكن إذا كان هذا المعادل الجديد لإستراتيجيات المنطقة مضافا إليه قوة المقاومة الخارجة من هذا الانتصار فهذا يعني أن التهديد الاستراتيجي لإسرائيل أكبر من قدرتها على رده وهذا يعني أن على إسرائيل وأمريكا من الآن تحديد أهداف واقعية قابلة للتحقيق يمكن الاشتغال عليها لتلافي التقاطع مع لحظة الخلاص السورية مع هذا الوضع الدرامي هذا الوضع المأساوي هذا الوضع القاتم من وجهة النظر الأمريكية الإسرائيلية يعني معنى سنتين ثلاثة أربعة لحتة سوريا تتعافى ويرجع هذا الوضع إلى ألقه وتشكيله تهديد استراتيجي لازم من الآن تبدأ خطة كيف لا نصل إلى هذه اللحظة والخطر قائم وهذا يستدعي السير على خطين خط حكينا عنه وهو تسوية إسرائيلية فلسطينية تضطر فيها إسرائيل لقبول ما لم يكن مقبولا في الماضي فتعلن مثل ما قال لافروف أنها مستعدة للدخول على تسوية على أساس المبادرة العربية للسلام وليكن عندها البداية دويلة في غزة ومنبقى نفاوض على الباقي لكن حتى هذا مش عم تعطيه كرام أخلا هذا بذاته مؤلم بالنسبة لإسرائيل والتفاوض مظبوط أنه طويل المدى وأنه إضاء على الوقت وإضاء على الحقوق الفلسطينية بس كمان بآخر المطاف بآخر المطاف وين بدأت تهرب إسرائيل؟ إذا ميزان القوى مش لصالحها ما هي ستضطر؟ ما هي عارفة؟ ولذلك جاب لبرمن أن تتنياه ليأنع المستوطنين بالخطاب اللي بلش فيه لبرمن بأنه إذا لم يكن متاحنا للحفاظ على وحدة الأرض فعلينا للحفاظ على وحدة الشعب لأنها أولوية أهم يعني خلينا موحدين ببعضنا حتى لو ما نخسر أرض ما نقدر نحافظ عليها فإذا هذا خيار وهذا ماشي فيه إسرائيل وعم تحاول ترتب أموره باتجاهه وأنا بالتوقف أمام عملية تل أبيب البطولية قلت أن أهميتها بأنها تخلط الأوراق الإسرائيلية تستنهض التطرف مرة أخرى بترجع الإسرائيلي لورا بتحول دون المنطق الناعم اللي عم بيحاول يسوقه نتنياهو لا يجهد القضية الفلسطينية ويقضيها بدويل في غزة لكن بالحصيل الإسرائيلي مضطر يمشي بهذا الخيار بس هذا الخيار غير كافي لأنه هذا الخيار إذا بيئم أبيل فائد القوة الذي يملكه حلف المقاومة أي إيران وسوريا وحزب الله في مناخ مريح مع مقاومة في فلسطين بيقوله بالطاولة هذا شرطه لا ينجح معه أنه يجي الإسرائيلي أيضا يقبل بانسحاب من الجولان يقبل بانسحاب من مزارع شبعة يعني مبادراته كلها تكون باتجاه إسقاط عنوين القضية التي تبرر وجود مقاومة أنه سوريا شو بدأ تقول فلسطينيا عم نحل الموضوع مع الفلسطينيين وسوريا هاي الأرض السورية تركناها والمختلف عليه رح نسلمه للأمم المتحدة لبنانيا حزب الله شو بدأ يقول نفس الأمر نطلع من مزارع شبعة ومنحطها بإيد الأمم المتحدة ومنقول التفق يا لبنان وسوريا هاي لمين وحطوا الحدود بيناتكم نحن ما عدخصنا هذه سلة متكاملة يشتغل عليها الأمريكي والإسرائيلي فيها تعب وفيها يعني استنزاف وضغط داخلي وأثمان داخلية بإسرائيل بمجتمع أصلا قائم على نظرية الأرض الميعاد وحدودها بالضفة الغربية غير قابلة للنقاش والجولان بنسبة كبيرة الحديث عنه أنه جزء منها وحرمون جبل الشيخ امتدادا مزارع شبعة يعني أمر مثقل للكاهل الإسرائيلي ورغم ذلك هو مضطر أن يسير فيه لكن هذا ليضمن النتائج يجب أن يسير إلى جنبه إضعاف وإنهاك وتقييد لحظة عم حاجة نكبر حجرنا ونروح بدنا نسقط إيران وبدنا ندمر إسلاح النووي ونتفشخر بالعالي وندعي بطولات مش قادرين لا خلي ننزل سقف أهدافنا بحدود الممكن الممكن هو هذا التفاهم النووي والممكن مع روسيا هو الاعتراف بدورها ومحاولة تقييد حدود التصعيد فيه والممكن هو القبول بتسوية في سوريا ومحاولة الدخول تحت سقفها ومن قلب ثقوبها لكن الشيء الوحيد الذي يمكن مع الاعتراف بهذه الحقائق هو جعل حزب الله هدفا للحرب لأن كل هذا الحلف المنتصر بدون حزب الله المنتصر سيكون نصره باهتا وسيكون بريق النصر ضعيفا وإذا كان حزب الله منغمسا بهمومه ومشاكله وملاحقا ومطارضا ومتعبا ومنهكا ومستنزفا سيفقد هذا النصر قدرة التشكيل لمعادلة استراتيجية جديدة وستصبح إيران أمام معادلة ما في علم فلسطين حزب الله ما عنده قضية لأنه هاي مزارع شبعة خلصت وهو ملاحق بميت بلوي وميت مصيبة والفلسطينيين أبلانين الحل والعرب بيعتبروا هذا حل نهائي للصراع مع إسرائيل فبصير كتير صعب على إيران أن تقف وتقول أنا المؤتمن على فلسطين حتى لو تركها الفلسطينيون ولو تركها العرب مش كتير راكبي وبالتالي يصبح من الأسهل ما بدي أقول من السهل من الأسهل ضخ البعد الداخلي في إيران موضوعا للنقاش بين أيدي الإيرانيين أنه شو بعد في خيه خلي نتناقش شكل نظام الحكم عندنا خلي نتناقش الانتخابات والناقش الوضع الاقتصادي والناقش التفاوت الطبقي والناقش الانفاق على الإعمار والإنماء والخدمات وهيك بسوريا وبالتالي هذا الرهان على جعل الصراع داخل إيران وداخل سوريا حول عنوين ليس بينها من هو الأشد جسارة وجدارة في مواجهة إسرائيل بيربح أو بيعطي فرص أوسع للتيارات الأقرب للأمريكي والأقرب للغرب وبالتالي التي لا مشكلة لديها مع إسرائيل هذا حساب استراتيجي كبير شرط الفوز فيه هو الفوز في الحرب على حزب الله لذلك ما حدا يفكر موضوع الحرب على حزب الله هي مجرد حالة ترف أو هي تعويض العجز عن أخذ أرباح أخرى هي أصل السعي للأرباح الأخرى لا يمكن الربح على إيران وسوريا إذا كان حزب الله معافى يمكن الربح على إيران وسوريا إذا نجحت الحرب على حزب الله وفي قلب الحرب على حزب الله سياسة وفي قلب هذه السياسة استعداد لتسويات وانسحابات إسرائيلية بدونها ما في إمكانية للحرب على حزب الله أن تؤتي ثمارة لازم الإسرائيلي يجهز لا يترك الجولان ويجهز لا يترك غزة ويجهز لا يترك مزارع شبعة ولا يرتب أموره على البطيء في الضفة الغربية وفي سواها من العنوين المتصلة بالقضايا النهائية للمفاوضات مثل الحدود مثل القدس مثل اللاجئين إذا الإسرائيلي تجهز لهذا هذا بيعمله رهان أن يستطيع تحييد الروسي بنسبة معينة لأن الروسي سقف ما يريده في الصراع العربي الإسرائيلي هو التزام بالقرارات الدولية فإذا إجا الإسرائيلي وقال أنا ملتزم بمبادرة السلام العربية اللي هي تحقيق للقرارات الدولية ما بيقدر الروسي يقول بقي لدينا سبب لدعم الصراع بيقول شرفوا على الحلول وعلى حل الفلسطيني الفلسطينيين بيقرروا إذا بيقبلوا تفاوض طويل أو حل فوري والسوريين بحقلهم بالجولان يقرروا وسيكون الإسرائيلي أو يفترض أن يكون الإسرائيلي جاهزا وبلبنان نفس الأمر لازم يكون الإسرائيلي جاهز فعندها تسقط الأسباب الموضوعية التي تصنهض على أساس فكرة المقاومة طيب إذا هول عم يجهز لن الإسرائيلي وعم يعمل لن حملات تمهيدية سواء داخل الرأي العام في الكيان أو على المستويات الدولية واضح أنه إطلاق مشروع باريس والمفاوضات والحديث عن مؤتمر دولي وزيارات نتنياهو كلها تعيين لبرمن بيين كله تحضير لمثل هذه الخيارات شو هي الحرب على حزب الله إذا هذا كله شفناه بميل ما هي الحرب على حزب الله الحرب على حزب الله هون هي كيف يمكن أن تضعف الحزب أن تنهك الحزب أن تقيد الحزب أن تضيق على الحزب هلأ إذا كان موضوع الانسحاب من مزارع شبعة مش وقته بس في وقت لاحق بصير وقته لما بتنضج التسوي الفلسطيني الإسرائيلي لما بينضج الضغط على الفلسطينيين للقبول بدولة غزة والقبول بنوع من الحكم الذاتي في الضفة وتأخير قضية القدس وتأخير قضية اللاجئين وتأخير قضية الحدود وهذا أمر بده سنتين وثلاثة لحتى ينتج مفاعله فلسطينيا ويتروض الموقف السياسي الفلسطيني ليصير جاهز لهذا القبول من هون إلى وقتها لازم يكون العمل على ساحة الحرب مع حزب الله أيضا قد أوصل إلى الإضعاف والإنهاك ونكون على أبواب النصر السوري على أبواب خروج سوريا من هذه الحرب فتش ما بقى فيه فرصة للحديث عن مقاومة بفلسطين ما بقى فيه فرصة للحديث عن مقاومة بلبنان ما بقى فيه فرصة للحديث عن قضية سورية تتصل بالجولان أنه كله صار جاهز للحل على الطاولة وبالمقابل حزب الله منهك ومستنزف الحرب للإنهاك والاستنزاف هي القضية التي لا تحتمل تأخيرا وهي الشرط الضروري لنجاح باقي المسارات المتصلة بالتسويات والمتصلة بإسقاط قضايا حلف المقاومة كحلف مقاوم وجعله مجموعة بلدان كل بلد له خصوصيته له قضايا وناسه بدتقول يا خي طيب إذا رجعوا الجولان شو بعد مال نومال ما تبقى إذا الفلسطينيين أبلالين الحل الخاص فيهم بمنظمتيهما الأساسيتين فتح وحماس ما فينا نكون ملكيين أكثر من الملك وكذا في إيران وكذا في لبنان هون هذه الحرب لها باب أساسي واحد هو الذي تملك أمريكا مفاتيحه دريس الوضع اللبناني دريس جيدا بالوضع اللبناني اللي بياخد وضعية الرئيس رفيق الحريري قبل عشر سنين قبل اتناشر سنين يعني عشية صدور القرار 15-59 وبياخد وضع المصارف الآن بيلاقي شو بيشبهه بعض بيلاقي أولا أن الرئيس الحريري هو حدا عنده حجم كبير حجمه بعب أي فراغات تتاح له أن يملأها لأنه البلد فارغ سياسيا بالمقابل وضعه الدولي والإقليمي كبير هو جزء من هذه المعادلة الدولية والإقليمية هو صديق للغرب وصديق وحليف للسعودية وللنظام العربي الرسمي فإذا رمى بحضمه أرار مثل أرار 15-59 اللي بيقول سحب سوريا من لبنان وسحب سلاح حزب الله سحب سلاح المقاومة فهو سيصبح في حالة الإرباك إذا تلقف القرار وقاتل به من موقع ولائه للغرب والسعودية فسيكون هو في وجه الاشتباك مع سوريا والمقاومة وعنده يتحمل هو التبعات شون فرق معه الغرب وشون فرق معه السعودية وإذا تلكأ عن الاحتماء بالقرار وخوض الحرب وارتضى أن يتحالف أو أن يجد حلول وتسويات مع سوريا والمقاومة فعندها يصبح بالنسبة للغرب والسعودية دمه هو الطريق لمواجهة حزب الله وسوريا وهذا اللي صار فتح الباب رفع الغطاء فصار الإسرائيلي بيفوت القاعدة بتفوت تحالف إسرائيل والقاعدة لإيد الأمريكي بعدش مهم مين بصير اشتباك الحريري مع سوريا وحزب الله هو مبرر للتخلص من الحريري وتحميل دمائه لسوريا وحزب الله واستثمار هذه الدماء في مواصلة الحرب عليهم شو هذا اللي صار قدامنا 1559 بشو نفذ الشق المتصل بالسلاح السوري والحضور السوري في لبنان بشو نفذ صدر القرار مين عمله إيمي وعمل له حساب لكن دم الحريري هو الذي أخرج القوات السورية من لبنان بس القرار 1559 هو اللي جاب دم الحريري قرار 1559 عمل لحتة الحريري إذا تبناه كمان كان سيقتل وسيرمى دمه بوجه حزب الله وسوريا باعتبار تبنى الخمسة عشر سعة وخمسين وإذا ما تبناه لأنه هو شو نربط وقته بالتمديد للرئيس لحود إجا الحريري قال لا الطائف نحن منتبنى مش الخمسة عشر سعة وخمسين والتمديد بما أنه هو طلب سوريا لست أنا من يكسر سوريا في لبنان ويا أمريكان ويا فرنساوية ويا سعودية تفهموا وضع لبنان ما بيحمل هذه الأثقال اللي عم يتحملوا إياها معتبر أنه هو جزء من حلف إلو دالت أن يسمع وأن يقبل فقبل التمديد ودفعوه ثمن لما قبل التمديد وكان الثمن هو الإغتيال وبالتالي الآن نحن قدام حالة بتشبه الرئيس الحريري المصارف ابتدادة غربي المصارف هواها غربي المصارف ولائها غربي مصرف لبنان مثلها والحديث عن إنجازات بيبيعوها لللبنانيين ولولا المصارف لبنان فرط ولولا مصرف لبنان يأوي لللبنانيين وكل اللبنانيين فاشلين معدى المصارف ناجحين ومعدى مصرف لبنان ناجح وتلت رباعه خراطة وتلت رباعه لأنه عم بتم بتعب اللبنانيين وعرقهم وبتحميلهم أوزار ديون الرئيس الحريري كان يشبه شيئا من هذا الحريري عمل العمران الحريري لو لا الحريري شو صارب لبنان الحريري أكبر من لبنان أعظم من لبنان هو اللي عملنا سمعة برا هو 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 هلأ المصارف نفس الأمر نفس الأمر بيعجبك بيرضيك ما بيرضيك لا تستطيع إلا أن تقول نعم المصارف في حيز كبير من حياة لبنان ومصرف لبنان في قلب صناعة استقرار نقدي يحتاجه الفقراء قبل الأغنياء وأي مساس بهذا القطاع وبهذا الوضع وبالبنك المركزي بينعكس على الليرة بينعكس على حياة الناس بينعكس على يومياتهم مثل ما كان الرئيس الحريري مضطر تتعامل معه بكل الحساسية اللي بتراعي مكانته بتراعي حجمه بتراعي حتى ما تقع بالفتنة المذهبية حتى ما ينفهم الكلام الصادر عن حزب الله في الاستجال معه كأنه كلام شيحي سني نفس الخصوصية بس بتغيير المفردات نفس الخصوصية ونحن لذلك أنا أقول قانون العقوبات المالي الأمريكي على حزب الله مانه قانون مالي هو قانون سياسي مش المقصود أنه خلفيته سياسية مش مالية هذا أكيد الأمريكي ما بينفي أنه خلفيته سياسية بس أنا أقول هو قانون ليخلق بيئة لعمل سياسي مش ليخلق بيئة لعمل مالي يعني مش الهدف منه خنق حزب الله ماليا حتى ما عدا يفهم بالمقلوب حزب الله ماليا لا عنده تدخل بالمصارف ولا حط حسابات بالمصارف ولا بحول مصرياته بالمصارف ولا عنده شبكة تمويل وناس بيتبرعوا له منبرأ وسكروا عليه البواب هذا كله خرافات وأوهام ولا تبيض أموال ولا بيع تجاري ولا فيه أصدقاء كثر عرضوا على قيادة حزب الله وأصدقاء موثوقين ومؤتمنين عندنا مشاريع بنحب تشاركون فيها عندنا إمكانية أن نفوتكم على مشاريع فيها أرباح مية بالمية وميتين بالمية وكان الجواب بالرفض أنه ليس في حساب الحزب وفي خطته أن يستثمر هو لديه حاجات للإنفاق ومعلوم مصدر التمويل الأساسي الحقوق التي يدفعها الناس دينيا وما تحوله إيران كمساهمة في موازنة المقاومة وهول بيجو كاش وهول ما بدون ابنوك وهول ما بيستعمل ابنوك وبالتالي ما عنده هذا الوضع ولا عنده هذا الحراج ولا عنده هذا الاختناق فالحملة ليست لحزب الله ليست موجهة لحتى حزب الله يعيش ضائق مالي كما يفترض الكثيرون أبدا الحملة موجهة لأمر محدد لجعل كل البيئة الشعبية الاجتماعية الحاضنة وخصوصا الطائفة الشيعية تحت ضغط أنه أنتوا كلكم متهمين أنه حزب الله بيموجب القانون الأمريكي حتى تثبتوا العكس مش جايين بلوائح اسمية لا هلأ في لجنة أمريكية هلأ مقيمة بلبنان عم تلم من المصارف أسماء المدعين وعم تغربل بأسماء المدعين على أي أساس على أساس المعلومات الأمنية اللي بأمريكا عنهم إنه هذا شو عامل وإذا شو عامل إذا أنا ولجنة تحييق دولية طويلة عريضة وراها المخابرات تاعت كل دول العالم لما أعلنوني متهم أو مشتبه به في قضية اغتيال الرئيس الحريري عن شو عادوا يسألوني عادوا يسألوني عن من أبو جميل اللي هو النطور طيال البيت ومروان فارس من هو المدعو مروان فارس وهو طبعا نائب في البرلمان اللبناني عن الحزب القومي إنه هاي الدول اللي مجمع معلوماته دايري عم تفتش عليها وهذا بجمعين معلومات عن اللي بيعتبروهن أهداف أمنية للاغتيال وللقتل أما أنه هني عندهم بالمدعين لائحة بعشر تلاف اسم بدني جمده حسبات كذابين هني رح ياخدوا لوائح المدعين ويقولوا وعطونا عنهم معلومات وشوي طيب بيطلعوا بالطائف وعلى أساس الطائفي كل شيء يمشبوه وعلى أساس هذه الشبهة ببل شبعتولون رسائل بواسطة مدرى لابنوك ما إلك حدا يحكي لك مع الأمريكان يخي يشوفوا أحمد الأسعد يخي يشوفوا علي الأمين يخي يشوفوا السيد علي الأمين يخي يشوفوا فلان شوفوا علان روحوا عند نائب الحاكم خلي يتوسط لكم وتفتح قنوات للاجتذاب والضم والفرز هذا استجاب من عزز له وضعه وبعد شوي بيصير سي آي آي وهذا ما استجاب من لاحقه من ضيق عليه وممنوع تعطوه السيلات وممنوع الدينه وهذا اشتبوا له حسابه ويبدأ اللعب بالبيئة الشعبية شو العمل السياسي؟ ما هو الناس اللعب بالناس بلقمة عيشة وأرزاقها حزب الله ما بيحاجي للبنوك بس اللي عنده دكاني بيحاجي للبنك واللي عنده سوبر ماركت بيحاجي واللي عنده مدرسي بيحاجي واللي عنده منشأة صناعية واللي عنده معمل خياطة واللي مغترب هو كلهم بيحاجي هو كلهم دورة حياتهم مرتبطة بالبنوك والتاجر العقاري واللي بعمر بناياته وببيعشاء وبأجر هو كلهم هو كلهم مشاريع ضموا وفرزوا فكوا وترقيب بواسطة القانون المالي فإما حزب الله يصمت ويرتضي هذا اللعب ببيئته الحاضنة وبتصير هاي اللعب الأمنية المخابراتية من الباب المالي قاعدة تشتغل بتجند ناس وبتستهدف ناس وبتسقط أوضاع مالية لناس وبتعلي أوضاع مالية لناس ومعروف المال بينشئ وجهات وبينشئ زعامات وبضعف وجهات وزعامات فبتصير اللعبة السياسية في الطائفة الشيعية اللي هي البيئة المباشرة لحزب الله ليست بيد حزب الله ولا بيد أمن بتصير هذه اللعبة بيد الأمريكي بواسطة قنوات مصرفية لبنانية وفي مصرفيين شيعة جاهزين يلعبوها وفي رجال أعمال شيعة جاهزين يلعبوها وفي سياسيين شيعة جاهزين يلعبوها وشوي شوي بصير بقول لك استشر المحامي لقمان سليم اللي هلأ ما عدا سامع فيه بصير زعيم ومرجع وبصير تلاقي عنده صحاب المعامل وصحاب الشركات العقارية وصحاب المدارس وليده وقفين بالصف حكي لنا مع السفارة وستسني لنا اسمنا وشلنا إياه عن اللايحة السوداء وإلى آخره هذا إما أن يصمت عنه حزب الله وبالتالي بلش التآكل بقلب بيئته وإما يرفع الصوت مثل ما عمل أنه يعمي وين الدولة وين السيادي الوطنية وين الآنون مين المرجع اللي بيحمي اللبنانيين وبيعيشهم تحت سقف واحد فإذا رفع صوته استعمل هذا الارتفاع في الصوت لرمي العبوات تجي الجهات المخابراتية الجاهزة مثل مغتالات الحريري بتحط لك هلأ عبوي لبنك لبنان والمهجر لأنه هو الأشد ضراوة في الاستهداف الغبي لمجموعات طائف الشيعية وراح سكر للمبرات حسابه وراح عمل مدرشه وغيره وغيره وبكرة مين اللي بيشجعهم الأمريكي يعملوا بأنه يروحوا عمله وبيروح بيصيبهم وبتصير اللعبة مثل البينبون مثل ما صار يوم الاغتيالات بلبنان تسمع في اجتماع لمجلس الأمن اللي مناقشت الوضع في لبنان وقضايا الاغتيال عشية اجتماع مجلس الأمن يحطولك عبوي يقتلوا واحد ويقولوا لك السوريين قتلوا لك يا عم يحسبوهم بلا فهم للسوريين وبلا خبرة طيب أول مرة ما فهموا تاني مرة ما فهموا تالت مرة ما تعلموا إلا ليلة بدوا يجتمع مجلس الأمن بيقتلوا واحد يعني لأن الذي كان يفعل هذا يريد هذه النتيجة النتيجة أن يعطي مبررا في مجلس الأمن لرفع سوية الصوت والضغط وهلأ بصيروا هيك كل ما فيه محطة من محطات الاتصال والنقاش والحوار المتصلة بالملف المالي اللي بده يبقى عايش واللي رح يضل مرافقنا رح يصير بكرة اللي بيعينوه مثلا فلان مستشار آنوني مثل ما قلنا هلا إكس من الناس زاد من الناس ألف من الناس باء من الناس طيب تاني يوم بيقتلوه إني وبيقولوا أتلوا حزب الله نحن فيتين على محل اللي بدي يقولوا أنه هذه الحرب هي سياق يعني الهدف المالي فيها شكله الهدف السياسي فيها هو الأساس والهدف السياسي فيها أرضيته الأساسية هي مد الأصابع للفك والتركيب والعبث بالبيئة المحيطة بالمقاومة تحت ضغط حاجاتها المالية بالتعامل مع المصارف هذا شق والشق الثاني هو أمني باستهدافات قد لا تصل للاغتيال ممكن تبقى بطريق الرسائل العبوات المثل شفناها على بنك لبنان والمهجر لا ممكن توصل ممكن توصل ممكن توصل من اللي اغتال بال2006 وال2007 وال2008 بيرجع بيغتال بال16 وال17 وال18 شو عنده مشكل وبيسقي هذه اللعبة التي يريد لها أن تنمو هاي شجرة بده يكبرها ليخلق مناخ ويخلق حصار ويخلق ضغط وبيوصل لمحل شو بيمنع داخلكون مثلا أنه حاكم البنك المركزي بكرة يعطوه عرض بقلب هالمعمع اللي هو مش قادر يعمل فيها شي واللي بيوصل فيها أنه بيقول أنا يخي يائز ما قادر أعمل شي بس أنا خايف أنه ينسحب من اللعبة لحتى ما أثر على الليرة وشوي بيجي عرض أنه هو بده يعين مدير عام صندوق النقد الدولي مين بيقدر يقول له ما تقبل وبتوقيت من هالنوع وبتوقيت بيعمل لك انهيار بالليرة بتروح الودائع بتطلع الودائع هذا بينخلق مناخ من التشاؤم والسواد المحيط بالقطاع المصرفي وأنه حزب الله ضاغط على المصارف وعبوات وحكايات وتهديدات وبروباجندا إعلامية شغالة على مدار الأربعة وعشرين ساعة وشوي صار الدولار بألفين وبثلاث تلاف بيئة الأشد تضررا هي مين بيئة حزب الله جمهوره يعني لهم السواد الأعظم من ذوي الدخل المحدود وفقراء البلد هول لما عم ينخلق لهم المناخ وعم تنخلق لهم السياقات التي تقول إن حزب الله هو المسؤول عن تبدد أرزاقكم إن كنتوا رجال أعمال هو سبب بلاكم لأنه عم بيديق عليكم بالمصارف بسببه وإن كنتوا ذوي دخل محدود عم تقبضوا مليون ليرة معاش من الدولة فالمليون صارت بتسوى نص لأنه الدولار اللي كان بألف وخمسة صار بتلاتي وارجعنا للوضع اللي كان ببداية التسعينات بس وقت ما كان حدا قدر يحمل المقاومة مسؤوليته اليوم بينقال بالمباشر ليش فرط القطاع المصرفي ليش انزنق القطاع المصرفي ليش استقال يا سيد رياض سلامي احتجاجا وزعلا ويأسا وأنه البلد عسفورية مجانين لا المصارف عم برده لا حزب الله عم برده وكل واحد معند على محله أنا معاش بديها الشغلي أنا زالمي رايح ارتاح وكله وارد وكله يعني ما نخبي على بعض هاي شخصيات المسؤوليات المالية جزء من شبكة علاقات دولية واتصال بمراجع مهمة في الغرب وبالتالي بتتأثر وبينحكى معها وبينقال لا شو بدك بالشغلي وهي الموضوع رح يضرك ورح يأذيك يخي يطلع من هالبنك المركزي نقل الوظيفة اللي بتهمك رجع عاميري لانش تعستلم بنك من البنوك الأمريكية إلى آخره والبشر بشر لا بدنا نطعن بوطنية حدا ولا بدنا نقول حدا متآمر ولا بدنا نقول حدا عامل طرف بالحرب بدنا نقول بطبيعة البشر وتكوينهم وشبكة علاقاتهم وتأثرهم وقدرة اللاعب الأبرز على الامساك بالخيوط لهو أمريكا نحن قدام وضع خطير وهذا الوضع الخطير يمكن أن يصل بنا إلى مرحلة فعلا يحقق أهدافه بالتضييق على المقاومة بالتأليب بنيتها وبيئتها وناسها من باب الفقراء باللعب بالليرة ومن باب الأغنياء ورجال الأعمال بالضغط على حساباتهم المصرفية وبكليهما بتصوير حزب الله قوة إرهابية عما تضرب عما تأذي عما تهدد عما تحط عبوات ومعروف أنه طبعا هلأ أول مرة نسبة الذين قالوا لا يمكن لحزب الله أن يفعلها أكتر تاني مرة بتقلها لا تفكروا بتزيد وتالت مرة بتقل أكتر وبتبلش المناخات تفرض حالة على أنه لا تخنت أول مرة دفعنا عنكم بتسمعوا وليد جملات مثلا بعد سنة بيكونوا الأمريكان حكيوه عشو عما تفتح صدرك كل شوية بتقول هاي مؤامرة حزب الله حيد يا خي ما بدك علاءة معنا منيحة هذا كلام لا يرضينا لا بقى تعيدوا مرة مرتين تالتي بطلع عيدا وبالتالي شيئا فشيئا الأصوات المستنكرة لإتهام حزب الله بتنزل وبتعلى الأصوات المتهمة من مبارح في ناس ما استحت سواء بتليفزيونات لبنانية أو بتليفزيونات عربية أو بتليفزيونات دولية لأينا عشر خمسة عشر اسم لبناني والنعم طالعين كلهم يتبرعوا لتوجيه الاتهام فكيف و إذا استمر هذا المسلسل وبالتالي هون أنا اللي بدي أقوله طبعا المقاومة لديها طريقتها في التفكير وفي كيفية التصرف وهي الآن تقيم حوار مع مصرف لبنان وتقيم حوار مع المؤسسات الأمنية وتشرح المخاطر وتفتح العيون وممكن تكون عم تشوف حتى الأطراف السياسية اللي تقف على ضفة الخصومة وتحذر من خطورة هذا المخطط وما يمكن أن يترتب عليه لكن أنا اللي بدي أقوله للطرف الآخر أنه هذا ما رح يدفع المقاومة إلى الغضب واللعب في هذا المسرح بالعنف مقاومة لا تحل خصومة مالية وخصومة قانونية باستلاح والحكي عن خمسة وسبعة أيار ما له أساسهم يعني أنه عالمين بتعمل سبعة أيار على المصرف المركزي أو على البنوك بتروح بتحتلة أو فتوى شرعية أو بمقاطعة مصارف أنا بقدر من عندي يقول ليس حزب الله بهذا الورد أنا أدعو اللي عم بيفكروا بهذه الخطة إلى إذا وصلهم كلامي يسمعوا منيح حزب الله الذي يحترم الآن خطوطا معينة في المعادلة التي تعيشها المنطقة أنا عم بحكي تحليلي أكيد لأنه هذا لو كان هو موقف حزب الله وخطة حزب الله ما بقوله يعني لو واصلني ما بقوله لأنه ما كنت بكون عم سربوا يعني حزب الله الآن ليس في هذا الورد لكن مع تطور الأمور سيجد نفسه مجبرا أن يكون في هذا الورد شو هذا الورد أنه أنت عم تحطه بملعب ليس ملعبه لعبي المالية ما شغلته وبقواعد لعبي خاسر خاسر ما عنده خيارات فيها أنقبل التهديدات بالعقوبات المالية وطريقة الفك والتركيب للساحة الشيعية واختراقها واستدراج الناس وتجنيد الناس وإبعاد الناس وإضعاف الناس بيكون عم يدمر حاله وإن ما قبل واحتج وواجه سيستعمل احتجاجه ومواجهته لتخريب أمني يؤدي إلى خسائر باتجاه آخر فإنت حتطلو ملعب مسكر ما في مجال في هذا الملعب لأن يربح عم تدفع إلى ملعب آخر وأنا هون بقول الملعب الآخر شو هو؟ هو الملعب الذي يملك فيه مصادر قوة مصادر قوته شو هي حزب الله؟ قوته العسكرية رجاله شعبه اللي معه الآن وبكل قوة وسلاحه الصاروخي طيب إذا أنتو محل حزب الله يا أمريكان ويا إسرائيليين ويا سعوديين ياللي عم تخططوا هالموضوع عم تستعملوا فيه هذه الأدوات شو بتتوقعوا إن كنتم تعملوا؟ إذا أنت بإيدك هذه الطاقة الهائلة المرعبة وعم يجي واحد بالدبوس ينغوز فيك شو بتساوي؟ إنه بتقصف صواريخ على المصارف؟ أكيد لا بتقصف صواريخ محل ما بتوجع الصواريخ ما هي اللعبة أصلها أصلها من شان شو؟ مش من شان أمن إسرائيل؟ يعني إنه حتى ما نضحك على بعض لفي وبرمي وطلع ونزلي الأمريكي بشو مهتم من ورا اللعبة على حزب الله؟ إنه في أمريكان اليوم عم بيقتلهم حزب الله بفلوريدا؟ يعني حذت أورلندو إلو دور فيها حزب الله ولا داعش؟ وين المحل اللي حزب الله عم يشتغل فيه خارج لبنان؟ إذا عم بيقاتل بسوريا عم بيقاتل من تقول أمريكا نفسها عنه مرهاب وبالعراق نفس الأمر يعني وين مشكل أمريكا مع حزب الله؟ أمريكي حزب اللهي وينه؟ ما فيه؟ وين في مشكل فرنسي حزب اللهي؟ ما فيه؟ في مشكل أمريكي مع حزب الله ما نشأه؟ مشكل إسرائيل مع حزب الله في مشكل فرنسي مع حزب الله ما نشأه؟ مشكل إسرائيل حتى السعودية شو عنده مشكلة؟ مشكلها مع حزب الله بحرب تموز باللي بقول حرب اليمن طيب بحرب تموز كان في حرب يمن انه موقف حزب الله من حرب اليمن ما هو حرب اليمن هي رد اصلا ما طلع هذا الوزير خارجية منصور هادي بشرم الشيخ بعد القمة العربية حكى علنا قال بإمكان اسرائيل الان ان تكون مطمئنة بان ايلات لن تكون تحت التهديد من صواريخ الحديدة اذا ما اندلعت حرب بينها وبين حزب الله يعني لا طالع ولا نازلي فالحكي على انه بالالفين وستة هوا المغامرين واسحقوا عظامهم كان في حرب يمن وحزب الله ما ياخد بنا موقف ابدا فاذا كل من له مشكل مع حزب الله جذروا مشكلته ان حزب الله مصدر خطر على اسرائيل يعني ايدكن اللي بتوجعكن شو هي اسرائيل انه بدكن تتصوروا انه انتو بتخرقوا كل المحرمات وكل القواعد يعني لا بتحترموا حرية اعلام وبتروحوا بتنزلوا المنار وبتنزلوا النور وبتعتبروه المنظمات ارهابية وانه انتو بالقانون ولا بتحترموا حرية المتاجرة وحرية الايداع وحرية التنقل الاموال وبتعتبروا انه هذا ارهاب ونحنا نازلين بدنا نشفرق كويس يعني ما بتحترموا ولا قواعد اشتباك وبتكون حزب الله يعمل مثل التلميذ الشاطر بالصف يظل قاعد متكتف وانتم تكتربون من مقتله يعني انه في حدب في عقل بتصور هذا الشي يتم ما حيتم في اللحظة التي يشعر فيها حزب الله ان الامور دخلت المرحلة الخطرة انا شخصيا لا استبعد ان تنفجر في المنطقة حرب صراحة وانا بقول الامريكان والاسرائيليين بيكونوا مجانين اذا مش حطين هذا الاعتبار قدامه بيكونوا مجانين اذا مش حطين اعتبار ان عملية عملية واحدة بالجولان بمزارع شبعة وانما كان بتأدي الى استنزاف بيردوا بيرد ما بتلاقي فجأة الا ونزلت الصواريخ عطل قبيب مين في رده يعني انه عنده بتقولوله عقوبات مالية واقع الحال التصرف بالمبالغة في ان حزب الله هو جهة عقلانية ستحترم اللعب ضمن الخطوط مهما بلغت الاستفزازات هو نوع من الايحاء بان حزب الله جهة غبية وحزب الله مين هو جهة غبية مين هو جهة غبية ليعمل عملية تفجير بنك لبنان والمهجر وما قد يشابهها لاحقا ومين هو جهة غبية ليتقبل الاستفزاز ويبقى يلعب بالملعب اللي انتوا راسمينه يعني فؤاد السنيورة لما عمل خمسة ايار شو راهن عشوبنا لما اخذ قرار بمجلس الوزراء بقطع شبكة اتصالات المقاومة عشوبنا بنا على هالنظرية نفسها انه حزب الله عائل وانه حزب الله هلأ بيتلقى الكف وبيدير خده التاني لانه حزب الله مبدل فتنة ولانه السيد حسن وقف بأحد الخطابات وقال انه والله لو قتلتم مننا الفا فلن نرد فهلأ خلاص يخير فوتوا عليهم وما حيطلع من أمرهم شي شو كانت النتيجة هون انا بقول في سبع ايار بس سبع ايار مش داخلية انا رأيي انتم تدفعون حزب الله الى سبع ايار ايار اقليمي سبع الايار اقليمي ما رح يروع على العراق وعلى اليمن وعلى سوريا سبع ايار الاقليمي حيكون على اسرائيل وبالتالي اذا كانت الحرب الاقليمية مستبعدة وضوابط اللعبة الاقليمية تسمح بالاشتباك على المسارح المفتوحة انه في حرب بسوريا اللي عنده امكانيات ليسند شريكه فليسند هذا الشريك ونرتضي نتائج اللعبة هيك عم نحكي بصراحة بنتائج اللعبة صار واضح انه انا شريكي اللي ربحان بالعراق كل واحد يسند شريكه ونرتضي نتائج اللعبة كمان شريكي اللي ربحان باليمن ونرتضي نتائج اللعبة كمان شريكي اللي ربحان امتوا صرتوا تزعبروا باللعبة جيتوا على ملعب جديد فتحتوا وبدأتم تحفرونا تحته من اجل ان يسقط طيب ما رح يسقط ساعتا كسرتم قواعد اللعبة سيكسر قواعد اللعبة خرقتم القواعد سيخرق القواعد مش بيخرقها محل ما انتو دعيتوه انو رسمتوله محله لتلتا عن الارض كمان هادو اخر جيم وهذا اللي بيحكيه لا اللي بيحكي مش هادا اخر جيم بيكون هونيهم انتو نقيتو الملعب اللي بناسبكم رح ينقى الملعب اللي بناسبه نقيتوا قواعد الاشتباك اللي بتريحكم رح ينقى قواعد الاشتباك اللي بتريحه وبالتالي في هذه الحالة أنا أقول ما يلي نحن قدام عملية تصاعضية نحن قدام لعبة خطرة افتتحتها أمريكا لحساب أمن إسرائيل يشترك فيها كل حلفاء أمريكا سعودي التركي القطري كله بلا استثناء حتى اللبنانيين وهذه اللعبة تريد أن تضع قواعد اشتباك مع حزب الله عنوانها اترك لنا الساحة الشيعية لنعبث بها ما نشاء لنخرب بها ما نشاء لنخترق بها بما نشاء لنجند منها ما نشاء لنضعف فيها ونقوي ما نشاء وتفرج وإذا احتجيت سنبدأ بالعبث الأمني وننسبه إليك سنقتل ونتهمك سنفجر ونتهمك سندفع مدراء للاستقالة وسندفع ودائع للهروب والنزوح وسندفع الليرة باتجاه الاهتزاز ونحملك التبعات وعليك أن تصمت وترتضي ما رح يصمت ويرتضي ستكون النتيجة في منتصف الطريق انفجار الوضع في المنطقة في حربين كبرى وهذا السلاح وهذه القدرة لن تترك لتصدق وهذه الإمكانية الشعبية لن يسمح بالعبث بها وهذه البنية العسكرية لن تتحول إلى مجرد جيش انتشاري انه اسرائيل بتنسحب ومتل ما مبسوطة انه هي بتترك لك مزارع شبعة وبتلك دب الراسك هاي معلومة المتحدة والمصارف بتفوت عليك وبتلعب لك ببيئتك الحاضنة وانت لازم تعود مثل الشاطر تتلقى النتائج وتقول شكرا ويعطيكم العافية انا ما بخرق القواعد عساس هي لعبة وراء وممنوع الزعبرة فيها اذا الها قواعد فقواعدها هي عدم الذهاب الى المعارك التي يمكن ان تشعل حربا انا من الذين يثقون ان هذا اللعب بالبعد المالي الاجتماعي الشعبي وما يرافقه من عبث امني ومحاولة شيطنة حزب الله من جهة بتفجيرات واتهامه بها ومن جهة اخرى بالاختراق المبرمج والممنهج لبيئته الحاضنة تحت عنوان العقوبات المالية هذا لن يجلب شيئا الا الحرب الاقليمية واذا وقعت الحرب الاقليمية ما حدا يلوم حدا عندها لا ايران فيها توقف على الحياد وعندها الاسرائيلي ما حدا بيعرف شو بصير وضعه في الايام الاولى للحرب وعندها اللي هلا الامريكي طبعا هو عم يشتغل على خطين يعني هو من جهة ماشي بهذه الطريق ومن جهة اخرى بعرف عن شو عم بيحكي لا يدعو قناة الا ويحاول ان يفتح فيها التفاوض مع حزب الله من شان هو المبسوطين بأنني بيحكوا مع الامريكان ومعتبرين العلاقة مع حزب الله عبء يعني مش عارفين انه الامريكان قاتلين حالا على هذه العلاقة بكل الاحوال انا ما اردت ان اقوله هو ان هذا المسار الذي يؤخذ نحوه لبنان للمرة الاولى بقولها لانه انا بكل سياق الحرب في سوريا ما حطيت هذه الفرضية اقول الان هذا المسار المالي هذا المسار بابعاده الامنية والسياسية والاعلامية التي ترسم له اذا لم يحسن اللبنانيون يعني اذا انا محل رياض سلامي واذا انا محل سعد الحريري واذا انا محل وليد جملات انا بروح بقول لهم للامريكان انتم لا تعرفون بانكم تدفعون حزب الله الى حرب ما رح يجي يلعب بلعبتكم بالمصارف وما رح يجي يلعب بلعبة التفجيرات وما رح يجي يفوت بلعبة التهديدات سيحمل قدراته وامكاناته ويذهب الى الجبهة وبالجبهة اسهل شيء انك تفتح حرب ما بكفي هذا الاسرائيلي الغبي انك تعمل عملية بيرد عليها بترد عليها ولعت الحرب وبالتالي اذا وقعت الحرب شو بتعمله يا اماركان هذا اعتقد بانه اذا في ناس يعني بهمهم يحافظوا على قدر من التوازن خصوصي فؤاد السنيورة لانه بيعرف يرى منيح يروح يفهمهم للا ماركان هذا شيء حزب الله الان قد لا يكون بهذا الوارد ولا بباله هذا الكلام طيب هلا اذا كان هذا هو السياق وهذا هو الاتجاه ما الذي يجب فعله لبنانيا بعتقد ان احنا في جلسة حوار وطني مفروض رئيس نبيه برد عليها بواحدة وعشرين شهر وهذه الجلسة على جدول اعمالها القضايا التقليدية اللي منها قانون الانتخاب ومنها الرئاسي ومنها المساء الأخرى انا اعتقد بان الاولوية الان اصبحت لهذا الامر ما في امكانية انا حكيت اليوم مع احد المسؤولين بالمصرف المركزي وحكى بصراح قال انه انتو عم تطلبوا من المصرف المركزي ما يفوق طاقة المصرف المركزي صحيح انه في اشياء بيقدر يعملها ويمكن يكون رياض سلامي ما بدوا يعملها ويمكن يكون بدوا يعملها بس بدوا غطاء ويمكن يكون مش قادر يعملها بس بكل الاحوال هذه مواجهة من هذا العيار السياسي وعلى هذا المستوى من المسؤولية السياسية لا تترك للبنك المركزي فطردوا يا اخي متواطئ وين الدولة يعني وين المسؤولين السياسيين في مجلس النواب وفي الحكومة هيئة الحوار فيها كل قد البلد فليكن شرفوا خدوا ارار ارار يترجم بحكي رسمي مع الامريكان ومش اللي بيحكوا مع الامريكان ساعتها اللي محسوبين ع 8 اذار بدون يشرفوا الاخرين اللي يحكوا مع الامريكان دعوا نعمل اتفاق مالي لبناني هذا الاتفاق مقبول فيه ان تكون طائفة لبنانية بيكملها تحت سيف الاستنساب والعبث السياسي والامن من باب رزقها مقبول هذا لبنانيا قبل ما الناقش بنقدر والله ما بنقدر عاشي كل واحد يتبرعلي من عنده يبلش يقول ولكن هذا امريكا وما فينا قبل ما عمل الناقش فينا او ما فينا ما بدنا الناقش ها وحدي وحدي خلي الناقش هذا مقبول يعني فيه لبناني بيقبل ان يكون فئة واسعة من اللبنانيين تحت ضغط تمييز عنصري ابرتايد مالي متكأنه بجنوب افريقيا انه في بيضه في سود انه الطائفة الشيعية بكاملها هي طائفة مشبوهة ماليا الى ان تثبت العكس والعكس والولاء للامريكي وهو التبرق من المقامة اذا هذا مش مقبول وبعتقد الكل حيقول بالحوار مش مقبول كويس اول شي بيطلع بيان بيقول هذا مش مقبول بيقسم كل المجتمعين بقية الحوار واكد المجتمعون رفضهم لقانون العقوبات الامريكي الذي يمس بفئة مكونة من المجتمع اللبناني وحصر اي ملاحقة يريد الامريكي ان يقوم بها بملف اسمي موثق ومعلل بتهمة انه فلان هذا ارهابي بدليل واحد اثنين ثلاثة اربعة نحن ماخدين بحق عقوبات بلكنتم تمشوا فيها معنا هذا عامل تبيض اموال هذا تاجر مخدرات هاي ملفه هاي قصته هاي حكايته وفيما عدا ذلك كيف بيقدر يقبل بلد بأي بلد بالعالم اثنين قلنا الموقف هذا اول شيء هذا بيعمل تريح وبيقول للمصرف لبنان وبيقول للمصارف نحن غطاءكم كل القيادة السياسية اللبنانية اللي فيها سعد الحريري واللي فيها سمير جعجع واللي فيها ميشال عون واللي فيها حزب الله واللي فيها امل واللي فيها وليد جملات كلها بدأت توقف تقول نحن يا مصارف ويا مصرف لبنان مش تاركينكم لحالكم بالمواجهة ويا حزب الله ما عدت قضيتك هاي قضيتنا كلنا ونحن بنعرف كيف نتعطى معها واللي بيقولوا انه هذا جربناه يوم الخمسة عشر تسعة وخمسين وما نفع كذابين يوم الخمسة عشر تسعة وخمسين جربتوه لتقاتلوا سوريا واتطمنوا حزب الله وبس خلصتوا من سوريا بلشتوا في حزب الله لو بيتوا سادقين يا وليد جملاتو يا حلفاءو لما وقفت بالاليزي وقلت انه موضوع السلاح وموضوع لبناني لو بيت عند هذا الكلام مش طلعت تقول هذا سلاح الغدر لو بيت عند هذا لانه الامريكان قالوا لك تقول لو بيت عند هذا الموقف اللبناني ما حدست ترجع يقرر بعمل المقاومة اليوم في فرصة ما بتكون حرب يا لبنانيين هاي الطريقة لا حدا يفكر انه حزب الله حيدفع الثمان حزب الله نزلك بالزاوية حتفجر المنطقة المنطقة كلها وحتشوفوا صواريخ ما شايفين مثلها بعد هل تحتملون هذه اللعبة وهذا العبث اللي الامريكي مش فرقه معه الدم مش دمه والحجارة مش عجارته والمال مش ماله والناس مش ناسه انتوا الفرقه معكم هذا بلدنا وبلدكن تعونصونوا سوا ونحميه سوا كي لا يؤخذ عبرها لبنان وضع المنطقة كله الى حرب شاملة في طريق واحد هذا الطريق ان تقف القيادة السياسية اللبنانية اولا تاخد موقف موقف مبدئي منطلق من الدستور الدستور بيقوله اللبنانيين سواء كيف بدك تميز بيناتهم ولا يتم ملاحقة ويقاع عقوبة الا بقانون الا بنص قانوني وينو هالنص القانوني انت وين سأفي اللبناني شو بدي الامريكاني بيقولك الك كدولي بس انت كدولي لازم تعملي سأف داخلي قانوني وينو اثنين بتجي بتقول يا مصارف ويا مصرف لبنان نحن مظلة كقيادة سياسية ثلاثة بتقرر تشكيل وفد يفاوض الامريكان باسم القيادة السياسية اللبنانية وفد بيضم رئيس الحكومة وبيضم وزير خارجي وبيضم معه عدد من الوزراء ممنوع يكون بيناتهم ناس محسوبين على انهم يتحدثون باسم التحالف مع حزب الله خلي يروحوا يروح محمد المشنوق ويروح رمزي جريج ويروح سجعان أزي ويروح يروحوا وبترس حرب يقولوا للامريكان لوين عم تاخدونا بدكن تخربوا المنطقة أو تخربوا بلدنا اذا انتم حريصين على انه بدكن لبنان يبقى في طرف ما متعاطي معكم ايجابا بدكن تساعدونا لانه نحن امام خطر ان تذهب الامور الى حيث لا ترغبون ولا نرغب فاذا كان فعلا لا ترغبون ولا نرغب شرفوا ساعدوا ساعدوا ما حدا عم بيلكم تخلوا عن عقوباتكم مع حزب الله خليكم بعقوباتكم مع حزب الله بس لاش حطين بند عقوبات على البنك المركزي اذا ما طبق ليش ما بتقولوا بتحيدوا البنك المركزي منها العقوبات هذا واحد واحد وبتقولوا انه البنك المركزي ثقة نحن بنبعت له ملفات وهو يحقق وما يقرره بموجب التحقيق هذا مقبول وانتوا عاقبوا اللي بتكون تعاقبوا لكن بواسطة لبنان البنك المركزي اللبناني اذا ما بيطبق والبنوك اللبناني اذا ما بتطبق طيب البنوك اللبناني بتلقى منكم تعليمات ولا من البنك المركزي الاصول من البنك المركزي فاذا لازم يكون الموقف الامريكي المنطقي والطبيعي بيقولوا منتعاطى مع البنك المركزي ونحن هاي العقوبات اللي عنا نريد من البنك المركزي اللبناني أن يحقق في كل اسم يصله وإلا بعد ثلاثين يوم بعد ستين يوم نحن عقوباتنا بتصير نافذي كويس هذا تستطيع الطبقة السياسية أن تصل إليه مش إذا راح تتفاوض عليه تقنيا إذا عرفت أن تقول بصريح العبارة أن بقاء الأمور على ما هي عليه ستؤدي إلى انفجار أكبر من أن يكون تحت السيطرة وأن ما يمكن أن يفعل الآن قد لا يكون ممكن أن يفعل غدا وأن مواصلة الحصار والتدييق والتنكيل بهذه البيئة المخيطة بحزب الله قد تدعى تدفع بلبنان إلى مكان لا يعلمه أحد مش داخليا عم بحكي عم نحكي إقليميا وبصراحة أنا توقعاتي وتقديري أن هذا الاحتقان هذا الاحتباس هذا الضغط سينفجر في حرب مع إسرائيل وهذا الانفجار ما حدا حيكون راضي عنه يعني حزب الله بظروف طبيعية ما بيروح عليه وجمهور حزب الله بظروف طبيعية ما حيروح عليه بس إذا هذا هو خيار التخلي من الجميع والكل ساحب إيده والكل مخصه وعن بيقول دبروا راسكن حيدبروا راسكن حيدبروا راسكن واللي حيوجعكن راسكن أنتو فاللي ما بده يوجعوا راسه من هلأ ينتبه يحط إيده ويقول نحن جاهزين للبحث ولذلك أنا أقول إذا اجتماع 21 الشهر ما خرج بالنتائج المتوقعة والمرجوة وما توقف أمام هذا الأمر وعالجه بحكمة وبعناية ومسؤولية وطنية وبقلق من المخاطر التي ستأتي من هذا العبث الأمريكي وهذا الاستعلاء إذا لم يحدث شيء ذو قيمة في اجتماع هيئة الحوار الوطني فنحن رايحين إذن إلى مزيد من التآكل إلى مزيد من التصعيد إلى مزيد من العبث الأمريكي وتدريجا أنا شخصيا أقول لا تستبعدوا أن نجد نفسنا ذات يوم أمام حرب إقليمية كبرى قد انفجرت على مستوى المنطقة وأن عملية ما قامت بها المقاومة أو إطلاق نار ما قام به جيش الاحتلال فجأة تصاعد وتحول إلى شرارة تشعل حربا هذه فرضية باتت الآن قائمة واقعة ممكنة لا يمكن أن يسحب فتائلها إلا تضامن وطني لبناني عالي السوية وتفهم دولي مشابه لمنع خطر الذهاب إلى الانفجارات الكبرى والقبول بارتضاء معادلة الساحات الرديفة الساحة السورية اللي بيربح صحتين العراقية اليمنية دون المغامرة والمقامرة بالحروب الكبرى لأن الحروب الكبرى اللي بيربح فيها ما بيعمل تسويه يعني إذا ما اندلعت مثل هذه الحرب يا بتنهونة يا ستكون بداية النهاية لإسرائيل اللي ما بده يعمل هالمغامرة من الغرب هلا بده يبين هلا بده ينزل على الساحة هلا بده يمارس العقلاني هلا بده يخفف من غلواءه هلا بده يتصرف بقدر من الحكمة أعزائي أكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وإلى اللقاء في حلقة مقبلة من برنامجكم ستون دقيقة مع ناصر قنديل ستون دقيقة مع ناصر قنديل برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز ستون دقيقة مع ناصر قنديل تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع مواقف قادة وناشطين رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها ستون دقيقة مع ناصر قنديل ستون دقيقة مع ناصر قنديل ستون دقيقة مع ناصر قنديل ستون一個 للاعبغ، ستون أك Eloqua ستونوا ما دفع بjąت شكرا تونوا ما مقاو Blockchain